وإلى الأسبقيات في المحافظة على السلم الاجتماعي كشفت وزارة النقل والمواصلات في أقليم كردستان عن حضر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية وذلك بهدف خطبة المراجعين للدوائر الحكومية بشكل أفضل ونقلت وسائل إعلام كردية عن مدير عام البريد والمواصلات جمال أحمد أن القرار جاء كجزء من الإصلاحات التي تقوم بها حكومة الأقليم داخل المؤسسات الحكومية في المقابل قررت محكمة الأحوال الشخصية في سهل أربيد عدم استكمال عقود الزواج من دون وجود وصولات محلات الصاغة لإثبات شراء الذهب المقرر في المهورة محامون أوضحوا أن القرار جاء للحفاظ على حقوق الزوجات وضمان حصولهن على حقوقهن القادونية والشرعية المقررة في العقود لمنع حالة الالتفاف بطرق مختلفة على هذه الحقوق الشرعية